أقر مجلس العموم البريطاني تعديلا يلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون التفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في الواحد والثلاثين من الشهر الجاري وبأغلبية ثلاثمائة واثنين وعشرين صوتا مقابل ثلاثمائة وستة وفق النواب على التعديل الذي قدمه النائب أوليفر لتوين والذي يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للنواب لمناقشة الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء مع بروكسل من دون المخاطرة بحصول بريكزيت دون اتفاق في أواخر الشهر الجاري من جهة أعلن رئيس الوزراء رفضه الطلب من بروكسل إرجاء الموعد المحدد لبريكزيت تنطلق اليوم مسيرة عبر العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد في الوقت الذي يقرر فيه البرلمان مصير خروج بريطانيا من الاتحاد ويتجمع محتجون من كل أنحاء بريطانيا في مسيرة نحو البرلمان وقال مدير حملة تصويت الشعب التي تنظم المسيرة إنه يجب على الحكومة الاهتمام بغضب مؤيدي الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء آخر بشأن الخروج من الاتحاد قائلا أيضا إن الاتفاق الجديد لا يماثل ما تم التعاهد به للشعب ترجمة نانسي قنقر